نروح لملعب المباراة ومعانا زميلنا فاروق صلاح ولقاءات ما بعد المباراة تحياتي لك فاروق وبارك للعاب النادي الاهلي والجهاز الفني تحياتي الكابتن محمد حشيش دكتور احمد ثابت اليك الكلمة من جديد اجاد التحية بيك كابتن اسامة ومضيوفك الكرام كابتن مصر الكابتن محمد حشيش والدكتور احمد ثابت مباراة طبعا كبيرة راحت وجات اكتر من مرة وندلب بتدل على شخصية لعاب النادي الاهلي واللعب الاخر رادية لكن الواحد بيبقى في غاية السعادة لما تلاقي الفريق يعني الاصاد الاهلي او الفريق المنافس على رأس منظومة قطاع الناشئين في هزا الفريق واحد من ابناء النادي الاهلي واحد من اللاعبين والاخلاص في قطاع الناشئين للنادي الاهلي كابتن ياسر رجب رئيس قطاع الناشئين بنادي بترجيت اللي خليني ارحب بيك كابتن ياسر برحب بيك على شاشة قناة النادي الاهلي تحيات حبيبك لكابتن أسامة حسني كابتن محمد حشيش الدكتور أحمد ده سابت خليني أشيد بك على المباراة هارد لك النهارد على المباراة مباراة كبيرة ومجوك كبير مبزول مع قطاع النشئين في نادي بيترشيد أهلا بك أرؤى في البداية طبعا برحب بأخويك كابتن أسامة حسني وكابتني وصاحب فضل كابتن محمد حشيش ودكتور سابت الحياة للحمد لله القطاع الحمد لله السنة دي والسنة اللي فاتت بدنا نشتغل على القطاع بشكل كويس السنة اللي فاتت كانت للبداية بدنا نعمل منظومة نبنيها بشكل كويس السنة دي الحمد لله كان ربنا قرمنا أن احنا نقدر نشارك في مستوى أعلى احنا طبعا كنا بنلعب في منطقة سويس ما احترمنا لأن دي سويس المستوى هناك ما يطلعش لعيبة أو يبرز لعيبة تقدر تسعادها وتعتمد على الفريق الأول الحياة كان فيه استراتيجية عملناها وقدمناها لمجلس الدارة نحن نبدأ نشتغل على قطاع نشيين بشكل كويس وعشان نعمل ده لازم نرتقي بالقطاع نحن نلعب في مستوىات أعلى يبقى فيه احتكاك أكوى احتكاك أعلى زي ما انت شايف الولاد كل ما ده اللي الأمور بتتحسن بيبتدوا ياخدوا السقة النهاردة خبرات الممارسة للعيبة الناد الأهل هي فرقت بشكل كبير جدا العيبة عندنا برضو لسه خبراتها في الاحتكاكات القوية قليلة شوية لسه برضو الرهبة بتاعت اللعنديها الكبيرة طبعا جاي اللعب الناد الأهلي فهو بالنسبة له الناد الأهلي كان اسم كبير حاجة كده يعني بالنسبة له حلم كبير يعني فالنهاردة اللي بيدخل جوه الناد الأهلي وشايف الأوجاء جوه النادي شايف لعبة النادي شايف المنظومة ماشية فدي طبعا كانت مهم جدا ان احنا نشتغل على شخصية اللعبة دي وعشان نشتغل عليه بشكل كويس كابتن فاروق كان لازم ان احنا ندخل في المنفسة دي فالحقيقة الحمد لله الولاد الحمد لله كل مدى بيستجيبه كل مدى الامور بتتحسن ان شاء الله مع الوقت هتلاقي الامور بيت افضل وافضل ان شاء الله بإذن الله كابتن ياسر كباتنك كابتن اسامة كابتن حشيش دكتور حمد سايب بيشيدوا بالفرقة بيشيدوا بالمجهود عايز اخد حالك نقطة مهمة شفت ازاي ازعت المباراة على الهواء مباشرة على قناة النادي الاهلي ودي بادرة دايما بتتبنى قناة النادي الاهلي نشوف مباراة النشئين على الهواء مباشرة الحقيقة دي مش جديد على قناة النادي الاهلي ان قناة النادي الاهلي دايما بتقدم الولاد النادي وبتقدم دايما اللعيبة بتاعت النادي بشكل كويس لجمهير النادي الاهلي وتعرف جامير النادياهلي أن اللعبها الموجودة في النادياهلي مستقبل النادياهلي إن شاء الله سيكون إزاي إن شاء الله القطاع في النادياهلي المشي بشكل كويس الأمور ماشية بشكل أفضل إن شاء الله يبقى في دعم للفريق الأول برضو من جوا النادياهلي الموضوع ده كان أسهر نفسياً على ولادنا عندنا برضو الولاد مش متعودين إنهم لم تشاتهم تزدع الموضوع كان بالنسبة لهم كان هناك رهبة شوية ابتدنا برضو نشتغل Live نعمل نفسه عندهم شوية دي حاجة كويسة دي حاجة إيجابية من السلبية بحيث ان انت برضو تشيل الرهبة من عند الولاد ان هو المطش مزاع انت النهاردة يعني الموضوع كان تقيل جاي لعب النادل الاهلي المباراة مزاعة داخل المباراة جوه النادل الاهلي فالأمور بلعب أول سنة الولاد دول أول سنة يحتكوا احتكاء القوزة ده كل دي أمور عاملة ضغوط على الولاد الولاد شغلين بشكل كويس النهاردة الكرامبات والحاجات دي كلها على فكرة الولاد احنا معانا مواد بدني وشغلين بسيستم القطاع كله شغال بسيستم واحد لو حضرك ركزت حتى في مورة 2 و 3 نفس الأداء ونفس الاسلوب ونفس طريقة الليعب والشغل كل واحد في منظومة احنا عاملينها بشكل كويس هي القصة كلها التوتر العاصب والشتاد للعاصب عند الولاد هو اللي مخلي الأمور توصل للشكل اللي الولاد فيه لكن انا سعيد طبعا بالنادل الاهلي وسعيد بولادنا في بيتروجيت ان شاء الله يعني في المستقبل دعم لنادي بيتروجيت الفريق الأول ان شاء الله شكرا كابتن ياسر واتمنى لك التوفيف للمورة اللي جاء بإذن الله كابتن فاروق السلام لكابتننا الكبرو دايما مفاقين النادي الاهلي ان شاء الله بإذن الله حبيبك شكرا